عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية والدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية موجها بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية والدولية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيد وزير المالية صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطن من الآثار السلبية لتلك التقلبات مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي